أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتج عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين سعيا نحو الوصول بتعاون التنائي إلى أفاق أرحم من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين حيث سمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعادة مؤكدا أن الصين تولي لعلاقتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محطها الإقليمية في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث بحثاء الرئيس عبد الفتح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات